بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تتغر في الميزان أقيم الوزن بالقسط ولا تحسر الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبه العصف والرحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من سلصال كالفخار وخلق الجن من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجع البشرقين ورحان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجبار المرنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأش فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرع لكم أيها الثقلام فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواد من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهام فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن عزم بإنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يورف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي كان يكيب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آه فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان زواتا أصنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائن مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مقام ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مقام ربكما تكذبان مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مقام ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خذر رواب قرق حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك السور بكذل جلال والوكذران صدقت يا رب العالمين تبارك السور بكما تكذبان تبارك السور بكما تكذبان اشتركوا في القناة